مسلسل عروس بيروت أين ذهبت ليلة؟ يا طارى ليلة راحت فين بعد ما ثابت البيت؟ تابع الفيديو للنهاية ليلة بعد ما بتعرف أن فارس عمل تحليل دي أنه إيه علشان يثبت بنوته ويعرف مين أبوه إذا كان فوزي ولا عادل طبعاً هي أول ما بتعرف كده بتتنرفز وبتطلع تقول لكل العيلة إن هي قضت حياتها وحياتها راحت معاهم هضر وإنها خسرت جتير جداً علشان كده بتسيب لهم البيت وبتمشي وبتدي الفارس الجواب اللي مكتوبة بتاع تحليل الدي إن إيه وقالت لخد اتأكد بنفسك أنا مش الوحدة اللي تتجوز واحد وتخدعه وتروح تحمل واحد تاني بتسيب البيت وبتمشي وبتروح لعادل وبتعرض علي الجواز لكنه طبعاً بيلاقي حالتها وحشة وبيقول لها ما ينفعش اللي انت قلت له ده إذا قلت لها تتجوزين علشان تعقب أولادك فأنا مش موافق بيحاول يهديها لكنها بتسيبه وبتمشي لإهلة قاعدة في الشارع حايمة ومش عارفة تروح فين سرحانة بيجي الليل عليها الكلة الآن الكل بيتصل بها مش بترد بيتصلوا بعادل وبيقول إن هي كانت عنده ومشيت الناس كلها مش عارفين راحت فين ليلة ليلة بتلاقي نفسها ماشية لحد الأصر أول ما بتوصل بتشوف هناك عفيف اللي تصدم أول ما شافها وطبعا كان مصدومة علشان هي ما تعرفش إن هو لسه شغال هنا علشان كده بتكلمه كأنها تعرفه أو كأنها مش مصدومة وبتقول له باخد بالك من الزرع يا عفيف تبدأ تدخد الأصر وبتقول لهم كمان هو ودينا اللي كانت مصدومة جدا من كلام عفيف لما قالها إن الست ليلة هنا الست ليلة اللي قالت له حضر لي قهوة وطلعت على فوق قضتها كأنها متعودة على كده كأنها مش في حالتها أصلاً ولا في وعيها دينا بتبقى مصدومة وبتروح علشان تعمل القهوة الليلة ولكنهم قلقانين من وصول آدم في أي وقت بيتصلوا بفارس وبيقولونه إن الست ليلة هنا فبيروح بسرعة علشان يجيبها قبل معاه آدم ييجي ويعمل مشاكل آدم بيوصل وبيبقى عفيف ودينا في حالة مرتبكة جداً ومعهم القهوة ولما سألهم القهوة دي المين عفيف قال لي أصلاً أنا كنت ناوي أعود يعني واشرب كده مع نفسي قال له طيب الهناء والشفاء قال له انت راح فين ما تيجي دعوت نتكلم شوية قال له في حاجة في حد هنا في القصر قال له لا بس يعني أصلي صراحة الست ليلة فوق قال له فوق طب حيات هاتي الأهوة دي وبيطلع علشان يشوفها بيلاقيها نايمة بتصعب علي جداً ومرة واحدة بتفتح وبتلاقي قدامها بتصدم وبتقوله انت إيه اللي دخلك قطي بتتخيل القضاء في وضعها دلوقتي وفي وضعها لما كانت هي موجودة فيها من زمان اتغيرت شوية وبتبص وبتلاقي قدم قدامها ويقول لها انت بتبالغي صح يا نتيجي وتنايمي كده عادي في البيت قطت من غير أي استئزان طبعاً بتتصدم هي مش عارفة هي بتعمل ايه بتفقد الوعي على طول بيتصل آدم بيق الطبيب وطبعاً عفيف ودينا بيبقوا قلقانين جداً الدكتور بيجي وبيكتب حبة أدوية وهو نازل بيدي الرشدة ليه آدم فارس بيوصل وبيلاقي الطبيب نازل من عندها وبياخد الرشدة من آدم بيطلع يتطمن على مامته اللي الصدا متأول ما شافته وقالت له ايه اللي جابك ورايا انا قلت محدش يجي فارس فضل يعتذر لها ويقولها والله ما كان قصد انا غلطت فعلاً علشان جبت الجواب ده للبيت انا عمري ما شكيت فيك انا وثق فيك وعمري في لحظة ما شكيت ومرضيش يقول لها ان نايا هي اللي راحت مع نفسها كده وعملت تحليل الدي ان ايه فضل يترجاها انها تسامحوا وانها ترجع معاهم على البيت لانهم محتاجينها زي الاصر ده خالي من غيرها قال لها احنا من غيرك ولا حاجة ارجعي معايا وبتنزل معايا وطبعاً آدم بيقولهم مع السلامة وبتبقى صعبان عليها جداً فارس في العربية بيقول له امه لازم ترجعي معايا على البيت الكل مستنيكي والان جداً عليكي لكنها مش بتوافق طبعاً وبتقول له وديني اي فندق قال لها هتسيبيني برضو قالت له وديني فندق لما ارتاح خالص وبالفعل بيروح وبيوديها فندق قريب بتاع واحد صاحبه وبيرجع ولما الكل بيسأل فين ليلة بيرد وبيقول انا سبتها في فندق واحد صاحبي وان شاء الله لما تبقى كويسة هترجع سرية بتطمنهم بتقولهم يا جماعة خلاص طالما فيه مكان احنا نعرفه يبقى ان شاء الله خير وطبعاً خليل بيبص لنايا لانه بتنرفز منها جداً وبتقوله في ايه وبتقوم وبيتسيبه طالل وداليا كمان بيستأذنوا علشان يمشي لانهم اتأخروا جداً ميرا بتنزب من فوق كانت موجودة عند عيدة لكن اول ما بتشوف داليا بدت صدم كأنهم الاتنين يعرفوا بعض هنعرف بعد كده ايه العلاقة القديمة اللي كانت بين ميرا وبين داليا اما بالنسبة لمصطفى فبيروح الفندق اللي موجودة فيه ليلة وبيدلها شنطة صغيرة بكل اغراضها وهدمها وبيقول لها ارجع البيت احنا من غيرك ولا حاجة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة